موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبع بدأت تنذر وطيرة العنف المتصاعدة والمواجهات المستمرة بين القوات الأمنية التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني بمرحلة خطيرة قد تقدم عليها تركيا التي تتحضر لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من نوفمبر مقبل فما هي عنوين المرحلة الجديدة في تركيا؟ وهل ستدخل في حرب أهلية كما يحذر كثير من المراقبين؟ ومن يتحمل المسئولية في تدهور الأوضاع الأمنية؟ ولماذا فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة اتلافية؟ وهل ستحقق الانتخابات المبكرة حلم الرئيس رجب طيب أردغان الذي لم يتحقق في الانتخابات السابقة؟ لإجابة على هذه الأسئلة مشاهدين وغيرها ينضم إلينا السيد حمزة تكين صحافي تركي أهلا بك سيد حمزة أهلا بكم سيد الكريم طبعا في البداية سنتحدث حول الموضوع الطارئ حاليا وهو فرض حظر تجوال في منطقة جيزرة ذات الأغلبية الكردية لماذا فرض حظر التجوال هذا؟ وما هي أثاره وتدعياته السلبية؟ بداية أستاذ الكريم كما تعلمون ويعلم المشاهدون الأحداث الأمنية في جاروب شرق تركيا بدأت منذ أواخر شهر تموز الماضي عندما وقع تفجير في مدينة سروج تبنته داعش فقام عناصر منظمة البيكاكا الإرهابية بمحاولة الانتقام من هذا التفجير من داعش فقامت باغتيال ضابطين في منزلهما هذه الحادثة فجرت محمل المسئولية لحزب العدالة والتنمية بدعمه لتنظيم داعش ما أدى إلى هذه التطورات وإلى التفجير الذي حصل يحملون العدالة والتنمية أو الحكومة التركية بشكل عام دعم تنظيم داعش كما الكثير يتهمونه هذا الاتهام وهذا اتهام باطل كليا ربما إن أشاءت نفصل في سياق الحلقة اتهام باطل كان هناك صور سيد حمزة يعني عرضتها المعارضة لنقل أسلحة بشاحنات الاستخبارات التركية إلى الداخل السور هذه قضية أخرى تحت أعين سلطات التركية هذه لم تكن ذاهبة إلى تنظيم داعش على الإطلاق هناك تفصيل ولكن طويل جدا إن أردت في سياق الحلقة إن شاء الله بخصوص السؤال الذي تفضلت به حضرتك تنظيم البيكاكا قرر الانتقام من داعش باستهداف الجيش التركي وهذه كانت خطوة خطيرة جدا يعني هناك كنا نعيش في مرحلة سلام في تركيا الحكومة التركية عاشت مع الإخوة الأكراد وخاصة مع تنظيم البيكاكا مرحلة سلام لعدة سنوات ماضية ما أدى إلى ازدهار كبير في جنوب شارك تركيا منذ عام 2012 تقريبا ثلاثة أو أربع سنوات إلا أن التنظيم ربما حلم إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شارك تركيا بدأ يراوده من جديد بعدما أصبحنا نرى اليوم تنظيمات كردية في شمال سوريا تسعى لإقامة دولة كردية هذا الحلم فجر عند التنظيم العمليات العسكرية مجددا ضد الجيش التركي حتى الآن سقط العديد من الشهداء ولكن العمليات العسكرية التركية ضد هذا التنظيم تؤتي أكلها صراحة خاصة في مناطق شمال العراق إعلان حضر التجوال في سياق هذه الحرب يأتي على هذا التنظيم لأن هذه المنطقة شهدت نوعا من التوترات الأمنية حتى بين سكان المنطقة من الأكراد على سكان هذه المنطقة يقارب حوالي 150 ألف هذا الموضوع برأيك فرض حضر التجوال بهذا الشكل منع النواب المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي من الدخول إلى تلك المنطقة الإعلان تضامنهم مع أهاليها بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لديمرتاش بزعيم الحزب حزب الشعوب الديمقراطي بالخيانة العظمى بدعم الإرهاب وكل هذا الموضوع هل يثير استفزاز الأكراد أكثر في تركيا ربما يدفع باتجاه مرحلة لا يحمد عقبها؟ المنع سيد الكريم لم يكن خاصة لحزب الشعوب الديمقراطي هناك إعلان حضر تجوال على الجميع دون استثناء سواء حتى العدالة والتنمية حزب الشعوب أو أي حزب آخر هناك في هذه المنطقة حضر تجوال على الجميع الالتزام به يعني لا يوجد استهداف خاص لهذا الحزب أو نوابه قضية ديميرتاش أول أمس بدأت النيابة العامة التركية التحقيق في تصريحات سابقة حتى قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ديميرتاش له تصريحات كثيرة النيابة العامة التركية الآن تتهمه بها بسمعة الدولة التركية وهيبة الدولة التركية ومؤسساتها وحتى الإساءة للشعب التركي ولرئيس الدولة فهذه القضاء التركي تحرك بنفسه بهذه الاتهامات والتسجيلات واضحة جدا لديميرتاش المشكلة أن القضاء التركي الآن بدأ يتحرك على أكثر من صعيد حتى على مستوى أغلاق الصحف وتكميم الأفواه اعتقال الصحفيين وهذه نقطة أيضا مثيرة للجدل في تركيا خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت أو أشارت إلى تراجع حقيقة شعبية حزب العدالة والتنمية سؤالي هو سنأتي على ذكر هذا الموضوع فيما يتعلق مواجهة الصحافة في تركيا لأنه موضوع خطير وأعتقد بأنه يتعلق بالانتخابات المبكرة لكن السؤال الآن هو هل دخلت تركيا برأيك سيد حمزة في دوامة العنف حقيقة هذا التعبير أو تعبير تركيا تتجه نحو الحرب الأهلية كبير جدا وضخم جدا وهم ضخم في وسائل الإعلام فقط نراه في بعض وسائل الإعلام هنا في بعض وسائل الإعلام العربية أو بعض وسائل الإعلام الأجنبية ووسائل الإعلام التابعة التركية التابعة لفتحالا جولن جماعة فتحالا جولن المقيم في أمريكا هو زعيم الخيان المواسطين يعني بمعنى آخر من لا يعبر عن هذا الموضوع أو هذا الوصف هو أعلام الموالي لحزب العدالة والتنمية إذا كان الإعلام الغربي والإعلام العربي وأعلام المعارضة يشير إلى هذا التوصيف من لا يشير هو أعلام حزب العدالة والتنمية على الإطلاق جماعة فتح الله يقول لنا سيد الكريم هي اليوم تعادي الدولة التركية يعني كل أمر يزعزع الأمن التركي بغض النظر حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية بغض النظر عن من هو في السلطة هذه الجماعة تضعضع أمن الدولة التركية بغض النظر عن الحزب الحاكم لذلك صحف هذا التنظيم فقط هذه الصحف حتى صحف المعارضة الأخرى لا نراها تبث مثل هذه الأخبار هنا المفارقة ووسائل الإعلام الأخرى تنقل عن هذه الصحف يعني نرى وسائل الإعلام صحف تركية سحف تركية ذكرت وسائل الإعلام تركية ذكرت كل هذه الوسائل للإعلام تابعة لفتحالة جولين وبالتالي هذه الأخبار غير دقيقة على الإطلاق اليوم رأينا دعوات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ومن رئيس الحكومة رؤساء الأحزاب هم من يحذرون من ذهاب تركيا إلى حرب أهلية هذا الكلام على لسان ديمرتاش نفسه سأعقب هذا الموضوع هذه الدعوة التي رأيناها من أردوغان ودود أغل للشعب التركي بعد أن تظاهر في الليلتين الماضيتين مظاهرات عارمة جدا لتصعيد العمليات العسكرية ضد منظمة البيكاكا ورأينا بعض الاعتداءات على بعض الأماكن المدنية بالحجارة يعني تم رشق بعض مراكز حزب الشعوب الديمقراطي بالحجارة فخرج الرجلان ودعياء الشعب التركي لضبط النفس وعدم القيام بأي عنف حتى الشرطة التركية قامت بحماية مقار حزب الشعوب الديمقراطي في كل الولايات التركية وقامت أيضا بحماية صحف تركية هاجمها المتظاهرون يعني لو كان هناك قمع للإعلام كما تفضلت سابقا سيد الكريم لما رأينا اليوم الشرطة التركية تحمي هذه المراكز الإعلامية وهذه المراكز الإعلامية ما زالت تعمل محمد الاعتقالات الأخيرة ما زالت تعمل حتى الآن الاعتداء على بعض وسائل الإعلام قلت لك حصل اعتداء بالحجارة على بعض يعني مدخل وسيلة الإعلامية وليس المبنى تم حرقه كما يتم التصوير مجرد يعني رشق بالحجارة فتم جهة الشرطة التركية أكيد أنت تبعت هذا الموضوع والصور التي تشير إلى أن من كان موجود ومن كان يعتدي على تلك الصحف المعارضة كانوا يهتفون باسم السيد رجل طيب أردوغان كانوا يهتفون بعدة شعارات كثيرة ولكن شعارات البارزة ربما يعني هو بالرئاز بالنهاية سيد الكريم اليوم رجل طيب أردوغان ليس زعيم حزب اليوم هو رئيس الجمهورية ونحن حقيقة لا نقبل المسبي منصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن الشخص الذي يتولى هذا المنصب سواء أردوغان أو غير أردوغان القضاء التركي صارم جدا بموضوع رئاسة الجمهورية بغض النظر عن الشخص يعني هذه القوانين موضوعة قبل رجل طيب أردوغان وقبل حزب العدالة والتنمية من يسيء لرئاسة الجمهورية عليه لعليه أن يتحاسب القضاء التركي لوحده يتحرك ديميرتاش أساءل رئيس الجمهورية وبالتالي عليه أن يتحاسب حقيقة إن سبتت التهم الموجهة لديميرتاش سينال جزاء 19 عاما من السجن إن سبتت هذه التهم والأهم من ذلك بأن العقبة التي يشكلها ديميرتاش أمام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة ستزح حقيقة الموضوع الانتخابات المقبلة موضوع جدا واسع بتوقع أن تكون مغايرة جدا لنتائج الانتخابات الماضية يعني ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية في حزيران الماضي سيتجاوزه كثيرا هذه المرة لأسباب عديدة جدا أهداف المعارضة التركية في الانتخابات الماضية حزب الحركة القومية أو حزب الشعوب الديمقراطي لم يكن الانتصار في الانتخابات هم يعلمون أنه لن ينتصروا ولكن ماذا كان هدفهم في المقابل إن جاء حزب الشعوب الديمقراطي إن جاء حزب الشعوب الديمقراطي لكي يخسر العدالة والتنمية عدد كبير من مقاعد البرلمان التركي وهذا ما حصل لكي يفشلوا مخطط كما قالهم لكي يفشلوا مخطط حزب العدالة والتنمية بالحصول على الغالبية الساحقة التي تخوله تغيير الدستور من برلماني إلى رئاسي أي حزب سيزي الكريم في تركيا اليوم يحصل على الأغلبية يحق له التصرف وفق الدستور التركي يعني اليوم إنه حزب الشعوب الديمقراطي بأغلبية ساحقة في المستقبل أو حزب الشعب الجمهوري فله الحق بذلك طالما هو يعمل ضمن الدستور التركي فلأي حزب الحرية في العمل ضمن مؤسسات الدولة لكل حزب أهدافه حزب الشعوب الديمقراطي له أهدافه الحركة القومية أهدافه العدالة والتنمية. طبعا. وهناك معارضة يعني. طبعا المعارضة ستعمل بكل ما أوتت من قوة لإفشال مخطط حزب العدالة والتنمية. سواء كان مخطط إيجابي أو كان مخطط سلبي. في أي معارضة في العالم تحارب الحزب السلطة. وهذا ما فعلته. فزهبت الأصوات لحزب الشعوب الديمقراطي. ونجح في تجاوز العشرة بالمئة. فدخل البرلمان. وتلقائيا انخفض عدد النواب. الآن حزب الشعوب الديمقراطي سيد الكريم يعاني أزمة حقيقية. أنا لا أبالغ ولا أريد أن أتكلم عواطف. أنا أتكلم وقائع. اليوم حزب الشعوب. الهدب يقال له يعاني أزمة. الشعب الكردي اليوم سيد الكريم من يقتل اليوم من الجيش التركي حوالي الخمسين بالمئة منهم هم أكراد وليسوا أتراك. من العرق الكردي. وهم إخواننا وشهداؤنا طبعا. أهالي وذوه هؤلاء الشهداء لن يمنحوا أصواتهم للشعوب الديمقراطي. وبالتالي ما يحصل اليوم حقيقة من مواجهات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني. التي أثارها بالدرجة الأولى سيد رجب طيب أردوغان. من خلال نقده لكما تقول المعارضة. نقده لاتفاق السلام والذهاب في طريق المواجهة مع حزب العمال الكردستاني. الموضوع يخدم بالدرجة الأولى السيد رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. الحرب على بيكاكا تخدم الدولة التركية بشكل عام. اليوم الأمن القوم التركي مهدد. اليوم تنظيم بيكاكا يهدد تركيا أكثر من تنظيم داعش. هو اليوم في تاقم في داخل تركيا. وأهدافه خطيرة جدا. لذلك سواء كان أردوغان أو غير أردوغان سيتخذ القرار نفسه. اليوم المعارضة التي تتكلم عنها حضرتك فيها حزب الحركة القومية. تعلم حزب الحركة القومية يريد إعلان الأحكام العرفية في جنوب شرق تركيا. وهذا موقف متقدم أكثر من رجل طيب أردوغان والحزب العدالة والتنمية. يعني الحزب العدالة والتنمية لم يصل إلى هذا الموقف. فالمعارضة تتخذ موقف متشدد أكثر من أردوغان تجاه حزب الشعوب الديمقراطي. على كل حال هناك من يقول أن السيد رجل طيب أردوغان في الحقيقة استغل موقف الحركة القومية فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. ودخل أو سار في هذا الموضوع في موضوع المواجهة ليحقق مكاسب انتخابية في الانتخابات المبكرة. سمح لنا نتوقف الآن مع عنوين بعض الصحف العربية. ومثلما نعود لاستكمال هذا الحوار. أهلا بكم. الحديث عن مفاوضات بين حكومة هادي وأنصار الله. تدعيات الحديث عن تدخل عسكري روسي في سوريا. بالإضافة إلى تصاعد المواجهات في تركيا. أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. اللبنانية وفيها السيسي يستقبل علي مملوك إسرائيل بعد الروس انتشار قوات برية إيرانية في سوريا. اليمن حكومة هادي تقبل تفاوض مع أنصار الله وعجز سعودي على الحدود. صحيفة الشرق الأوسط عنوانت ولد الشيخ الحثيون وافقوا على مبدأ الانسحاب من الحدود السعودية بوادر حلحلة للأزمة. وحكومة هادي توافقوا على تفاوض مع المتمردين. روسيا تعد لكانتون في الساحل السوري على غيرار الدونباس الأوكراني. موسكو تبرر تحركاتها في سوريا بداعش والسيناريو الليبي. أول اجتماع للجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة يتوج بتوقيع بروتوكول واتفاقيتين. رفع عالم فلسطين في الأمم المتحدة. إجراء رمزي يعزز أسس الدولة. نتابع مع صحيفة الثورة السورية وأبرز مجاء فيها. موسكو المنطق الأمريكي مقلوب رأسا على عقب. والجيش السوري الأكثر فعالية في محاربة الإرهاب. ولا خضر على توريد الأسلحة لسوريا. الجيش يواصل تقدمه في الزبداني. ويقضي على العشرات من تكفريي داعش حاولوا تسلل إلى مطار دير الزور. ويردي ثلاثين إرهابيا بينهم متزاعمون بعملية نوعية بريف اللاذقية. كليتشدار أوغلو. أردوغان يستثمر الإرهاب والفوضى من أجل مستقبله الشخصي. مقتل شرطي تركي. وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم في تونجلي. من الثورة السورية. نتقل إلى صحيفة الخليج الإماراتية. وفيها نقرأ نزوح جمعي من صنعاء لحرمان المتمردين من الدروع البشرية. غارات عنيفة تدمر أكبر مخازن السلاح. وقوات التحالف تبدأ الانتشار القتالي في مأرب. أوروبا توافق على خطة يونكر لتوزيع اللاجئين. استمرار تضفق المهاجرين والدنمارك والمجر. ترفضان سياسة الاستقبال الألمانية. خسائر فادحة لنظام السوري. وتحذير من حرب أهلية في تركيا. روسيا تقلق الغرب بوجودها العسكري المبهم في سوريا. نتابع هذه الجولة. مشاهدين على أبرز مع عنواته بعض الصحف العربية. ونصل إلى صحيفة الثورة اليمنية. وفي أبرز عنوينها أكثر من خمسة آلاف شهيد في مائة وسبعين يوما من العدوان السعودي الأمريكي. غارات مكثفة على العاصمة. وعدد من المحافظات تخلف أحد عشر شهيدا. وتدمر مستشفى في البيضاء اليوم. تظاهرة حاشدة في صنعاء احتجاجا على منع اليمنيين من أداء فريضة الحج. عبر عن امتعاضه الشديد لإرسال تحالف الاحتلال تعزيزات عسكرية. ولد الشيخ اليمن يحتاج مساعدة للخروج من الأزمة لا إرسال مزيدا من القوات. تدمير عربتين وقصف مواقع للعدو السعودي في جيزان. صحيفة الوطن العمانية كتبت في عنوينها العراق يعتبر التوغل التركي إساءة. دمشق إشاعة وجود عسكري الروسي لإطالة الإرهاب. وأيضا في الوطن العمانية أوروبا توافق على خطة يونكر حول اللاجئين. وأخيرا مع صحيفة الشروق التونسية. العنوان الأبرز فيها تصعيد خطير بين قوات حفتر وفجر ليبيا حرب ليبيا على أبواب تونس. مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة على أبرز عنوين الصحف. عودة الآن إلى متابعة برنامج آخر طبعة. سيد حمزة ما رأيك بما ذكرته صحيفة الثورة عن كليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري. كليشدار أوغلو اتهم أردوغان باستثمار هذه الحرب لمصالحه الشخصية. طبيعي هو معارض. يعني هو في جهة المعارض. طبيعي أن تصدر منه مثل هذه الاتهامات. حقيقة لا أظن أن هذا الاتهام بالمنطق صحيح. بغض النظر عن أي شيء آخر. يعني اليوم الرئيس التركي منذ بصيرته. في الرجل عن محاولة توظيف واستثمار رجل طيب أردوغان لما يجري اليوم عنوان مكافحة الإرهاب. لسيما فيما يتعلق بمواجهة حزب العمال الكردستاني. لأنه عندما رفع شعار مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش. فالحقيقة لم نشهد إلا غارة أو غارتين ربما على تنظيم داعش. وكل الغارات الأخرى اللاحقة كانت ضد حزب العمال الكردستاني. أدعو كليشدار أوغلو نمضح لنا كيف يستثمر. بالطبع. الكلام واضح وفي الحقيقة موجود في الصحف. قرأتوا. قرأتوا. أنه رجل طيب أردوغان يحاول استثمار عنوان الحرب على الإرهاب لسيما فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني. لتغيير نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. بدون استثمار ستتغير النتائج. كما أسلفت لك سابقا سيدلي. بدون استثمار لا من أردوغان ولا من حزب العدالة والتانية. ستتغير النتائج اليوم. من كان في السابق يعطي أصواته للقومية سيعود للقومية. ولن يعطي للهدبي الشعب الجمهوري الشعب الديمقراطي عفوا الكردي. من كان يعطي أصواته للشعب الجمهوري لن يعطي كما فعل في حزيران الماضي لحزب الكردي. لن يعود هذا الأمر. حزب الكردي سيخصد كثيرا. وربما يتراجع عن النسبة التي تخوله دخول البرلمان وهي العشرة بالمئة. اليوم زعيم البيكاكا المسجون في تركيا هو غير راض عن هذه الأحداث التي تحصل اليوم. هو مع عملية السلام مع إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. اليوم من يتضرر أستاذ الكريم. نقلا عن من هذا الكلام؟ أليس نقلا عن مصادر وجهات حكومية؟ نقلا عن نواب زاروه من حزب الشعوب الديمقراطي. يعني هم لا يستطيعون أن يغيروا ما يقول. ولكن هناك أزمة داخل البيكاكا وبعض القاضى يرفضون مثل هذه المواقف. ويريدون السير قدما في الحرب التي تجري اليوم. وهي خاسرة بكل المعايير. لن تتوقف الحرب اليوم حتى القضاء على هذه المنظمة أو إلقاء السلاح. لن يكون هناك مبادرة لإيقاف ووقف إطلاق النار. مبادرة لإيقاف ووقف إطلاق النار كما كان في السابق. هل ستتحقق إحدى الحالتين قبل الانتخابات المبكرة المعلنة عنها في 1 نورمبر؟ ربما. أم نحن بصدد تأجيل موعد الانتخابات؟ ربما لا تتحقق إحدى الحالتين. لا يوجد حديث حاليا عن تأجيل موعد الانتخابات. ولكن ربما يطرح ذلك حسب التطورات الأمنية التي ستجري. الأوضاع الأمنية في جنوب شارك تركيا ربما تعيق عمل إجراء الانتخابات. هناك تهديدات كبيرة من هذه المنظمة للأكراد للأخوة الأكراد بالتصويت للشعوب الديمقراطية الداعم لهذه المنظمة سياسيا. وحتى الآن سقط أكثر من مئة شهيد مئات الجرحة من الجيش التركي من أبناء الشعب التركي. وهو في البرلمان التركي إلى الآن لم يدين هذه العمليات ولم يصف هذه المنظمة بأنها إرهابية. ونرى الزيارات الكثيرة التي يقوم بها أعضاء هذا الحزب لهذه المنظمة. طيب اسمح لي أن أتوقف الآن سيد حمزة تكين مع فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحوار في آخر طبع. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل قبقوا معنا. من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب أيضا بالسيد حمزة تكين صحافي تركي. لكن قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث لهذا اليوم. الأخبار اللبنانية الانتخابات المبكرة في تركيا ومصير أردوغان بدت لعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضحة بعدما استعملت فيها كل الأساليب الإعلامية والعسكرية والأمنية لإظهار الحكومة التركية وكأنها تواجه انفصالا وحكما ذاتيا كرديا ما قد يكسبه أصوات القوميين الأتراك ضد الكرد زج بأعداد من اليساريين المعتدلين والمتطرفين والأحزاب الشبابية الكردية في السجون واتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الوجه السياسي لحزب العمال الكردستاني في الوقت الذي لم يجري فيه القبض سوى على مئة عنصر يشتبه في انتمائهم إلى داعش رمض خطة أردوغان إلى إضعاف قوة حزب الشعوب الديمقراطي وهو يراهن اليوم على خسارة الحزب إذا لم يستطع الوصول إلى عتبة العشرة في المئة بحيث ستجير هذه النسبة لحزب العدالة والتنمية من أجل ذلك ذهب إلى انتقاد من صوتوا لحزب الشعوب الديمقراطي وعده حزبا فاشلا بسبب عدم فهمه لعملية السلام مع الكرد التي تعني ضرورة الابتعاد عن حزب العمال الكردستاني يجب أن يتراجع أردوغان عن الحرب مع الكردستاني التصعيد المفاجئ في الصراع بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني مفار قلق ويهدد بزعزعة استقرار تركيا إذا فشل الطرفان وخصوصا الرئيس رجب طيب أردوغان في التراجع عن حافة الهاوية حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في واشنطن وبروكسل لكن تجدد الصراع مع أنقرة مرتبط لدرجة أكبر بإجراءات الحكومة التركية تواني أردوغان عن مواجهة داعش لطالما أغضب المقاتلين الكرد الجهاديون يمثلون خطرا أكبر على تركيا منه على أي دولة غربية مع ذلك عمل أردوغان الكرد السوريين كدهبيد أكبر بكثير كذلك يشتبه في أن الرئيس التركي يكثف الحرب ضد داعش لأهداف سياسية داخلية حملته العسكرية لاجتثاث حزب العمال الكردستاني تبدو كسعي ساخر للحصول على أصوات القوميين حرب أردوغان ضد الكرد ستساعد فقط على تقويض المقاتلين الأكثر فعالية ضد داعش في سوريا الجمهورية اللبنانية على الحكومة حسم أمرها قالت مصادر وزرية للصحيفة إن إرادة تطبيق خطة النفايات متوافرة والحكومة اتخذت القرار بتنفيذها وعليها أن تحسم أمرها رغم كل الأصوات المعترضة فإما أن تسير في تطبيق الخطة كاملة لمصلحة بيروت ولبنان وإلا فلتستقل واستبعدت المصادر أن تؤثر الاحتجاجات في مسار الخطة لكونها تتمتع بغطاء سياسي وفرته كل القوى السياسية ولا تستطيع مجموعة شبابية أو هيئات أو بلديات عرقلتها لمجرد العرقلة والتحرك تحت تأثير ثوبيا النفايات من دون الاطلاع على المعالجات العلمية والتقنية والبيئية لطمرها وأكدت أن على الجميع تحمل المسئولية والتعاطية مع هذه الأزمة من منظر وطني سيد حمزة بعض استطلاعات الرأي الحالية تعطي حزب العدالة والتنمية تقدما طفيفا عن نتائج الانتخابات السابقة في الانتخابات المبكرة التي ستحصل في الأول من نوفمبر برأيك هل من الممكن أن يحصل على نتيجة تخوله تشكيل حكومة بشكل منفرد؟ بموضوع الاستطلاعات الرأي هناك تخبط صراحة شركات عديدة تجري استطلاعات وكل شركة نتائجها مختلفة عن الشركة الأخرى فأنا شخصيا لا أعاول على هذه الاستطلاعات بخصوص تمكن العدالة والتنمية من إحراز عدد الأصوات المطلوب لتشكيل حكومة بشكل منفرد أتوقع أن هذه الخطوة ستحصل لأن كما قلت لك اليوم هناك أزمة في تركيا لا نمكن أن هناك أزمة سياسية تراجع لليراء التركية هناك أزمة اقتصادية نوعا ما كل هذه الأمور وهذا ما يرائن عليه العدالة والتنمية ربما في إقناع الناخب التركي للتصويت له في الانتخابات المبكرة طبعا بالمنطق اليوم الشعب التركي لا يريد أن يعيش هذه الأزمات تركيا على مدى 13 سنة سابقة كانت تعيش في رخاء لذلك أتوقع أن ينال العدالة والتنمية أصوات أكثر بكثير من ما حصل عليه سابقا خاصة أن الشعوب الديمقراطي الكردي سيتراجع وتراجع هذه الأصوات سيذهب للعدالة والتنمية برأي الشخص حتى أنا أعرف الكثير من الإخوة الأكراد والنافذين في المجتمع الكردي أعلنوا صراحة أنهم لن يعيدوا التصويت مجددا للشعوب الديمقراطي لأنه خذلهم خذلهم هو دخل البرلمان كان المفترض به أن يكمل مسيرة سياسية نعتبر أن لديه مطالب فليحارب فيها في البرلمان التركي لماذا السلاح؟ لماذا يدعمون السلاح؟ فهذه الأزمة سبب التراجع في شعبية الشعوب الديمقراطي سنرى نتائجها بوضوح يوم الأول من نوفمبر صحيح أن حزب العدالة والتنمية الآن يقول للناخب التركي إدعمنا كي نبعد عنك الإرهاب إدعمنا كي يستقر الاقتصاد تستقر الليرة أكثر ولكن في المقابل هناك تضييق للحريات تكميم للأفواه محاربة للإعلام حملات اعتقال هناك سيطرة أيضا أكثر وأكثر على مفاصل الدولة إن كان قضاء وغير ذلك هذا الموضوع ألي يؤثر سلبا أيضا على حزب العدالة والتنمية في النتائج اليوم داخليا غير منظمة البكاكا يوجد تنظيم الكيان الموازي التي زعمه فتح الله جولان هذه الاعتقالات هي فقط لعناصر هذه الجماعة ولبعض الجماعات اليسارية وبعض المنتمين لتنظيم داعش سيد الكريم اليوم تركيا تحارب أربع تنظيمات إرهابية تريد زعزعة الأمن القومي التركي هي تنظيم داعش الإرهابي تنظيم البكاكا الإرهابي تنظيم اليساري وتنظيم فتح الله جولان هو الكيان الموازي هذه الاعتقالات تطم ل هذه الجماعة التي تخذ فيها قرار المجلس الأمن القومي التركي مجتمعا أما موضوع الحريات الإعلامية فأنا أقرأ كل يوم في وسائل الإعلام التركية وفي الصحف التركية شتم واتهامات للرئيس التركي لا يوجد لو كان هناك قمع لكانت أغلقت هذه الصحف أحد الصحفيين الكبار والمشهورين في تركيا منظمات حقوقية أوروبية تتحدث عن هذا الموضوع موضوع قمع الحريات لسيما تكميم الأفواف في تركيا هنا بس إشارة لطيفة أحد الصحفيين الكبار في تركيا كتب تغريدة على موقع تويتر أن أردوغان يسجن كل من يخالفه الرأي من الصحفيين في السجن فقام أحد المواطن فرد عليه هل كتبت تغريداتك من السجن؟ يعني نرى اليوم الهجوم على الرئيس التركي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بكثافة في الصحف التركية بكثافة عالية وأنا أدعو المشاهدين هناك صحف عربية وكالات تكتب باللغة العربية أقصد تركية تكتب باللغة العربية يمكنهم أن يقرأوا التهجمات الكبيرة ومثال التصدر كل يوم كل يوم هناك صحف وكل يوم هناك كتاب يكتبون عبر موقع التواصل وهم لم يزيانوا هم ما زالوا يتمتعون بحرياتهم الكاملة فعن أي قمع تتحدث هذه الوسائل أو الاتحاد الأوروبي عن أي قمع يتحدثون دست أدري فليأتوا لي بصحفيين تم اعتقالهم لأنهم أساءوا لأنهم عبروا عن رأيهم بقضية ما تركية أما من يسيء أو من يهدد أو يدعو بكتاباته لنسف تركيا أو لزعزعة الأمن القوم التركي القضاء التلقائيا لوحده يتحرك له الصلاحية بذلك المشكلة في أن القوانين فتفاضة في معظم الأحيان تكون حمالة أوجه هذه القوانين موضوع قبل فيما يتعلق بفتح الله قولين الاتهامات الموجهة أنت تحدث قبل قليل بأن الرجل لديه ربما ارتباطات الخارج مع أي دول هذه الارتباطات هو يقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يرفض العودة إلى تركيا هذه المنظمة سيد الكريم تعمل لزعزعة كما أسلفنا للأمن القومي التركي بغض النظر عن الحاكم أو رئيس الجمهورية لهذه المنظمة ارتباطات واضحة مع الكيان الصهيوني مع العدو الصهيوني ولديه فتاوى دينية كونه هو رجل دين لديه فتاوى دينية واضحة وموجودة في كتبه وفي مؤلفاته تقول بحق وجود الكيان الصهيوني بأرض فلسطين هو اعتبر شهداء مافي مرمرة الأتراك الذين ذهبوا في العام 2009 لغزة لكسر الحصار الإسرائيلي الصهيوني عنها اعتبرهم غير شهداء لأنهم يتجاوزون أرض أو يريدون أن يدخلوا إلى أرض دون استئذان صاحبها بين قوسين هي إسرائيل فهذا الشخص له ارتباطات كبيرة مع الكيان الإسرائيلي بعد حادثة مافي مرمرة يوجد علاقات بين الحكومة حكومة رجل طيب الدغان وما بين إسرائيل وعلاقات دبلوماسية الآن جدا متدنية في أدنى مستوياتها ليجت سفراء الآن منذ حادثة مافي مرمرة ليجت سفراء الشروط التركية لإعادة هذه العلاقات الدبلوماسية وليس علاقات من تحت الطاولة شروط واضحة جدا بما يتعلق بموضوع غزة رفع الحساب بشكل كامل عن قطاع غزة فتح مطار المرفأ إطلاق صراح الأسرة فهناك شروط إن لم تتحقق هذه الشروط لم تعود العلاقات مجددا بين تركيا وإسرائيل العلاقات لم تصل إلى حد القطيع حتى بعد أزمة مرمرة شبه مقطوع يعني في أدنى مستوياتها في السفراء التركية والسفراء الإسرائيلية في كل البلدين في أدنى مستوياتها الدبلوماسية ألم تتحسن في الأوناء الأخيرة كما تشير بعض التسريبات ما زالت على حالها منذ العام 2009 إلى الآن ما زالت متوترة جدا لا يوجد هناك تحسن في المدى المنظور هيلر كلينتون كان لها تصريح لافت في هذا الموضوع تحدثت عن أنه كان هناك مساعي حثيثة قامت بها هي شخصيا لإزالة التوتر بين إسرائيل طبعا اليوم إزالة التوتر بين تركيا وإسرائيل يخدم إسرائيل بشكل كبير أو يخدم العدو الصهيوني بشكل واسع جدا يعني اقتصاديا وسياحيا وكثير من المجالات حتى بموضوع ما يتعلق بالنفط والغاز اليوم تركيا توقع اتفاقات مع أذربيجان مع روسيا مع شرق مع الدول الشرقية وتركت إسرائيل اليوم إسرائيل ستنتج النفط ستستخرج النفط وتنتج الغاز تريد أن تصله إلى أوروبا ليس لها طريق يوفر لها الكثير من الأموال ويؤمن لها الكثير من الأرباح إلى تركيا اليوم تركيا لن تؤمن لها هذا الطريق تركيا اتجهت نحو أذربيجان فهذا الأمر يثير غضب إسرائيل بشكل كبير اليوم مدير الاستخبارات التركية الذي تم تعيينه في الأسبوع نفسه الذي حصلت حدثة ما في مارمرة في 2009 هو من المعادين الأوائل للكيان الصهيوني وإسرائيل ضغطت بشدة في حينها لعدم تعيينه في هذا المنصب يعني هناك عدة حتى على الإشارة هنا فاتحالة قيلان ضغطة كثيرا لإبعاد هذا الشخص على منصب الاستخبارات لصالح إسرائيل يعني لا يوجد مستفيد من هذا الإبعاد إلا إسرائيل لماذا لا تطلب تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية تسليمها فاتحالة قيلان طالما يوجد هناك علاقات ودية إنجاز التعبير بين البلدين سيتم ذلك هو الغت جوازه السفر جوازه التركي لفاتحالة قيلان وأعتقد أن الأمور قضائية ستستكبل في وقت قريب تتوقعون أن تسلموا الإدارة الأمريكية أظن أنها ستسلم لن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بعدم تسليمه الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة علاقاتها مع تركيا فهي تفضل العلاقة مع تركيا كدولة تركية أفضل من العلاقة مع هذا الشخص الذي جامعته في تركيا وفي خارج تركيا اليوم سمعتها سيئة جدا بالعودة إلى نتائج الانتخابات المبكرة لنفترض سيد حمزة بأن هذه النتائج أفرزت نتائج كالنتائج السابقة في الانتخابات السابقة التي حصلت في سبعة حزيران لم يحصل حزب العدالة والتنمية على النسبة التي تخوله تشكيل حكومة بشكل منفرد هل سندخل في مرحلة أخرى كهذه المرحلة أي في فوضى انتخابية جديدة ما حكم المرحلة السابقة بعد انتخابات حزيران هو الدستور التركي يعني الدستور التركي ينص على في حال عدم حصول الحزب حزب ما على الأغلبية المطلقة عليه أن يتحاور مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة التلافية وهذا ما قام به العدالة والتنمية وبقية الأحزاب لكنه لم ينجح في ذلك هذه نقطة إيجابية لأحزاب المعارضة حتى مشت فيه خطوات الدستور التركي حدثت الكثير من اللقاءات بين الأحزاب ولكن لم تتوصل لنتجة لكل منه شروطها لم يحصل أما إن لم يحصل عدالة التنمية على الأصوات التي تخوله تشكيل حكومة التلافية إن أعيدت الكرة مرة أخرى ماذا سيفعل؟ نفس الأمر يعني عليه أن يجلس مع بقية الأحزاب وعليه أن يشكل حكومة التلافية وفقد بستور التركي وإن بقت الشروط كما هي نعود لانتخابات المعارضة حظنا أن الأمر سيتغير حقيقة حتى الأحزاب المعارضة ستتغير شروطها وحتى العدالة والتنمية سيتغير شروطها لأن مصلحة التركي هنا هي الأهم يعني لا يريد الشعب التركي والأحزاب التركي أن تعود تركيا وتدخل في دوامة الأزمة السياسية التي ستسبب أزمات اقتصادية ومالية يعني سيكون الجميع توقع من المعارضة ومن العدالة والتنمية أمام موقف إيجابي في حال لم يتمكن العدالة والتنمية من تشكيل حكومة التلفية لكن فيما يتعلق بالفشل في تشكيل حكومة التلفية في الحقيقة بعد الانتخابات السابقة هناك من يقول نتحدث هنا عن أحزاب المعارضة التي تتهم بالدرجة الأولى حزب العدالة والتنمية بمحاولة إفشال هذا الموضوع لأنه رجب طيب أردوغان كان يصر على الذهاب لانتخابات مبكرة كي يغير النتيجة التي حصلت في سبع حزيران هذه الاتهامات اتهامات سياسية أول من دعا لتشكيل حكومة التلفية كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات السابقة قال تركيا تحتاج لحكومة التلفية كي لا ندخل في أزمات سياسية وما نراه هو مجبر بذلك حسب الدستور ليس مجبر أن يعلق أصلاً صحيح ولكن بالنهاية الدستور ينص على أنه في حال لم يستطع أي حزب تشكيل حكومة بشكل منفرد هناك فرصة معينة 45 يوم لتشكيل حكومة التلفية إذا لم يحصل هذا الأمر بعد ثلاثة أشهر يكون هناك انتخابات مبكرة كما حصل الآن فعلاً فالرئيس تركي دعا لتشكيل حكومة تلفية يعني عدم الذهاب لانتخابات مبكرة الأحزاب جلست حزب العدالة والتنمية أجل زارة الكل حتى الشعوب الديمقراطي الكثير من الجلسات حصلت وبالساعات بين العدالة والتنمية والقومية من جهة العدالة والتنمية والشعوب والشعب الجمهوري من جهة أخرى ولكن كما قلت لك الشروط كانت غير متطابقة يعني هناك شروط كانت قاسية وربما من كل الطرفين العدالة والبقية الأحزاب فلم تتشكل حكومة فيها وبالإجماع اتجه الجميع نحو الانتخابات المبكرة فهذا ما ينص عليه بالنهاية الدستور الجميع مضطر للالتزام به للخروج برأيك من هذا المأزق أو من نتيجة ربما لا تكون محسوبة هل سيدخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزاب يمينية كالسعادة حزب الاتحاد الكبير غير ذلك هناك حديث حاليا عن حديث من قبل حزب السعادة أن هناك احتمال قيام تلاف أو تحالف بين العدالة والتنمية وحزب السعادة حاليا أنا شخصيا لا أحبذ مثل هذا التحالف بين الجانبين وأتوقع أن لا يحصل سيذهب العدالة والتنمية لوحده في الانتخابات نحو الانتخابات اليوم تركيا تعيش سيد حمزة أجواء تقريبا مشابهة لأجواء ما قبل انقلاب عام 1980 برأيك هل سنشهد حكم العسكر مرة أخرى في تركيا الجيش التركي سيد الكريم ذهبت من ذهنيته قضية الانقلابات العسكرية التي شهدناها يعني على مدى 13 سنة أيقا الجيش التركي بعد اعتقال قبار القادة أن اعتقال قبار القادة بتهم موجهة لهم واضحة جدا بانقلابات يعني من يقوم بانقلاب عسكري هو مجرم بحق الوطن يعني اليوم نشهد وثم أطلق صراحهم بعدما أخرجوا من المؤسسة العسكرية انتهت مدة محكوميتهم ربما وأطلق صراحهم من يقوم بانقلاب عسكري سواء في تركيا أو في أي دولة عربية هو مجرم بحق وطنه اليوم نشهد انقلاب عسكري في إحدى الدول العربية وهو ما زال يحكم إلى الآن هذا القائد الانقلاب لا بد أن يأتي يوم ويتم محاكمته من قبل الشعب المصري وليس من قبل محاكم دولية فهذا ما حصل في تركيا بموضوع قادة الانقلاب أما حدوث انقلاب في تركيا فهذا ظن مستبعد جدا لا يوجد مثل هذه الزهنية حاليا عند قادة الجيش التركي هم أيقنوا أن للسياسة أهلها وللجيش ميدانه في مواجهة التنظيمات الإرهابية حاليا التواغل بري وهذه نقطة أيضا مهمة لا يمكن إغفالها التواغل بري في شمال العراق هذا بالطبع أثار استياء الحكومة العراقية وربما يؤثر على العلاقات الثنائية بين الطرفين العراق وتركيا هل الحكومة التركية تحسب حساب لهذا الموضوع لماذا تغيرت السياسة الخارجية التركية من سياسة صفر مشاكل إلى سياسة مليون ومليون مشكلة التواغل تم الحديث عنه إعلاميا صراحة أما رئيس الوزارة التركية بالأمس نفى دخول أي من قوات المسلحة التركية إلى شمال العراق لم يدخل قوات برية بحسب تصريح رسمي له بالأمس فالعمليات في شمال العراق هي عملات جوية فقط طائرات تركية تقصف معاقل هذا التنظيم بالمناسبة هنا العاقر حال التواغل بري سيد حمزة حصل في مرات سابقة حصل في مرات سابقة بغض النظر المصادر العراقية تؤكد نفى دخول الجيش التركي ولكن قال في المقابل أفقتني لهذه النقطة سندخل إن لزم الأمر سندخل إن لزم الأمر إلى شمال العراق وهناك اتفاقات بين تركيا والعراق تتيح ذلك بين الدولتين حتى إقليم شمال العراق السيد مسعود البرزاني هو مع محاربة هذا التنظيم هو أصدر بيان أدان فيه تنظيم البكاكا ومنذ ثلاثة أيام رأينا اتفاقات عسكرية بين العراق وتركيا بين شمال العراق أو الحكومة المركزية المركزية العراقية ولكن الحكومة المركزية أبدت استياءها من هذا الموضوع وهي منزعجة في الحقيقة وتقول بأنه تعدي على السيادة العراقية كيف يكون هناك اتفاقات وفي المقابل تقول أنه تعدي على السيادة ربما لم يحصل هناك تنسيق بين الجانبين لهذه الغارات أو للدخول أظن أن حصل دخول عسكري في المستقبل سيكون هناك تنسيق بين شمال العراق أول وتركيا وبين تركيا والحكومة المركزية العراقية اليوم تنظيم البكاكا غير مرغوب فيه حتى في شمال العراق هناك بيانات كثيرة لمجهاء الإخوة الأكراد هناك يطالبون هذه المنظمة بالانسحاب يعني هم الآن يطالبون الانسحاب من شمال العراق ويطالبون الانسحاب من جنوب شرق تركيا ليس لهم مكان يذهبون إليه حاليا فالجميع مجمع على محاربة هذا التنظيم سواء في العراق الحكومة المركزية أو في شمال العراق أو حتى الحكومة التركية وغدا هناك مؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية سيوقت في أنقرة وسيكون طبعا خطاب جامع وشامل يرسم المرحلة الجديدة لحزب العدالة والتنمية غدا السبت سؤال أخير ربما فيما يتعلق باللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والذين يحاولون الذهاب باتجاه أوروبا صورة الطفل الكردي إيلان أو عيلان كما يقال أدمت حقيقة قلوب الملايين وربما المليارات حول العالم الذين شاهدوها لماذا وهذا سؤال تطرح الكثير من الصحف التركية لماذا لا تضبط تركيا عملية ذهاب هؤلاء اللاجئين عبر البحر من داخل تركيا إلى أماكن أخرى كي لا يحصل ما حصل هي تحاول ضبط هذا الأمر سيد الكريم وبعد هذه الصورة التي كما ذكرت أدمت المليارات في العالم ازدادت هذه الإجراءات شدة في غرب تركيا هناك محاولات حسيثة لهذا الموضوع حتى تركيا اعتقلت من تسبب في غرق هذا الطفل اعتقلت المهربين ولكن هناك عدد كبير من المهربين من تركيا إلى أوروبا يهربون اللاجئين بأعداد وبطرق مختلفة حقيقة هنا دعوة للألين بغي أن يكون هناك إجراءات أكثر طبعا هناك إجراءات وبدأت فعليا هناك اعتقالات كبيرة لهؤلاء المهربين ولكن الدعوة للإخوة اللاجئين السوريين هم الآن في تركيا وتركيا تؤمن لهم ما يحتاجونه لماذا يغامرون بأنفسهم وهم يرون من استشهد منهم سابقا في البحر كما وصفه الرئيس التركي أن أوروبا حولته إلى مقبرة أوروبا اليوم تخدع هؤلاء اللاجئين بموضوع أنها ستؤمن لهم الرفاهية وهي الحاضنة وهي 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 منذ خمس سنوات أين كانت أوروبا؟ اليوم تركيا تستقبل حوالي 40% من اللاجئين السوريين الدول الخليج مجتمعة تستقبل حوالي 13% لبنان البلد الثاني بعد تركيا في استقبال اللاجئين الأردن العراق كل هذه الدول تستقبل اللاجئين السوريين بإمكانياتها بما تمكن لها منذ عام 2011 استقبلت الدول الخليجية حوالي 13% من اللاجئين السوريين الآن أتكلم هم موجودون من قبل إلى جانب باكستانيين بنجلادش غير ذلك ولكن أتى بعض اللاجئين بعد الأزمة السورية إلى مختلف الدول على كل هذا لا يوجد أحصاءات لا نريد الدخول في هذا الموضوع كي لا نقع في أخطاء في الحقيقة أخدع اللاجئين السوريين بالإنسانية التي تتمتع بها دول العربية وتركيا خدمت اللاجئين أكثر بكثير حتى أوروبا اليوم تبشرنا أنها ستستقبل اللاجئين عمد خمس سنوات سيد الكريم أشكرك جزيلا الشكر ولكن في الحقيقة ربما هؤلاء يحاولون الفرار أو الذهاب نحو أوروبا للبحث عن بصيص أمل حقيقة ولو قليل جدا لم يجدوه لا في تركيا ولا في الدول العربية شكرا جزيلا لك سيد حمزة تكين صحافي تركي وبالطبع الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة